وصدر مرسوم إعفاء كل عملية بيغة شعير وذرة وكذلك المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشن والدواجن من الرسم على القيمة المضافة في الجريدة الرسمية وأصبح سارياً مفعول هذا القرار الذي من شأنه خفض أسعار الدواجن بموجد مرسوم تنفيذي نشير بالجريدة الرسمية رقم 24 ويرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعملية الاستيراد باكتتاب دفتر شروط والذي يجب أن يكون مرفوقاً ببرنامج تقديري سنوي للإستيراد هذا أوضح المرسوم أنه يجب أن يلتزم المستورد بإبلاغ المصالح الفلاحية المختصة إقليمياً شهرياً بما حققه من الواردات التقديرية وإداءة البرامج التقديرية للإستيراد الخاص به لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليمياً قبل 15 يوماً مع إرفاق قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن حسب الحالة وكذا تصريح كل ثلاثة أشهر لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليمياً بوجهة منتجات المستوردة